سلام المسيح سلام المسيح شكرا عشان صلعت بني معاك قولي سؤالك بسرعة بدكت تتنهجها في الوقت أمي لدي شيء عندها زهايمر وهي في آخر ستاجات زهايمر وبحثة هي مش هتموت شيخ شابعين أيامه قدي عمرها؟ في آخر السبعينات ماذا تصلي؟ مين تصلي تتا؟ تصلي إلى يسوع؟ أصلي إلى مين؟ لكل المسيحية يقولون أن تصلي إلى يسوع تفرق لديها بخور وشموع وأيقونة هي إنجليا أصلا هي إنجليا أصلا وعادة قامت بسرعة بابتزمها في الورثودوكس ما هي قامت بسرعة بابتزمها يعني تعمدت عند الورثودوكس نعم ماشي وقفة الأورثودوكس يعني بتقول للعذرة نحن عبيدوكي؟ لا وفي الأورثودوكس ما بيصير لا أورثودوكس يعني للعذرة نحن عبيدوكي أنا بحب الأورثودوكسية كتير لتفهموني يعني بس كلمة الحق بدت تنقال الأورثودوكس بكل صلاة بكل صلاة بكل صلاة بيقول مريم ما بيقولوا يسوع ليش أنتوا عندكم كنيسة بالأورثودوكس اسمها كنيسة يسوع ما عندكم أنتوا عندكم كنايس مريم أيام ولا مش شبعان أيام ربنا أدرى بكل شخص أنت واجبك أنت تحضريني وطلع معي ثلاثة أربع مرات ولليوم عملي مثل طير اللقلق عارفه؟ اللي بده يمشي مشوت آخرين ولا يعرف يرجع لمشيته معده مقتنع بيعادات وتقاليد أهله ولاعم يعرف يمشي وفق الإيمان الجديد ماذا؟ 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 ما بالك بالتيتا اللي لم نعرفها ولا بتعرفنا واجبك قبل ما ربنا يستفقد التيتا نحنا كان في عنا أخوة دخلوا جداد على كميسة الرب في بنت معنا كان اسمها سالي أبوه كان يعاني زحيمر فمرة قالت لي تعباني كتير فطلبت مني صليله لهلأ بتذكر كان لأول مرة قالت لي بيعرفها لأول مرة يعني لما حكت معه رد علي ولما صليت معه كان عم يرد معنا هلأ بعدها ربنا خلص قال بكفي المهم هي خيخلص نفسه قبل ما يموت المهم كتير هاد الأمر كتير هيا دايما كانت هيا يعني على مثل الإنجيل وغانت دايما بتطلي لأسوع المرسي دورك دورك حطي إيدك بإيدها وصلي معها بإسم الرب يسوع المسيح وحده واقفوا عن أي أمور بتغيز الرب الإله أي بخور وزيت وقصص وماري ما بعرف مين وندهان البيت بزيت هذا كله كيلوه لأنه بيغيز الرب بس البخور يعني هو بخور يعني الشموع هو شموع يعني هي بس حاجات أنت برأيك والبوزة عنده كمان شو يعني ما بوزة شو هو شقفت حجر الكاهن في الكنيسة بتعطي بيعمل بخور فأنا مش فهمه ولي ده بيغيز ربنا ما كان فيه بخور في الإنجيل هو حبيبتي صلواتنا بخور لما أنت عم تروحي تلجأي للرب بالطرق المادية أنت عم ترفضي عمل الروح القدس فيكي فهمتي ليف بتغيز الرب يعني اليوم كان العهد القديم كان العهد القديم يوقفوا برا ويفوت كاهن لجوه ويقدم دم تيور وحمام بتلاقي هيك في عندك أنت على الأقل شي 200 آية حمام ويمام ودبائح أنا اليوم بتقولي وهو أي يضر الرب لما هما بيقدموا 200 مرة بالكتاب المقدس أبي دور أنت عم تنسفي الدم الطاهر دم يسوع اللي اندفع أستاتك بحمامي وتروحي تتبحي فراخ إيه؟ أنت في عندك دم طاهر مغطايفي عنا اليوم صلواتنا بالروح القدس اللي بتوصل هذا قنيننا اللي بيوصل للرب هذا الروح القدس اللي بيشفع فينا لما بيجي بقول له هاي بخور كان يعم قل له أنا ما بدي ما بدي شفاعة أنا أستاتني عم بلجأ لأمور ملموسة ما دي يتقرب فيها منك أنا أستاتني برا الهيكل عرفتي؟ يعني أنت طريقة صلاتك بوفق العهد القديم شايفين؟ الأرثوذوكسية مثلا بيحرموا علي تنفيذ الوصايا وعايشين وفق العهد القديم بالبخور والأصص أوكي؟ فأنت لما بتقول له أنا بدي يعيش الإيمان مثل اليهود تبع بخور وتبع دبائح وتبع الكاهن اللي كيف يفوت بأي رجل واللباس الكاهنوتي اللي بالعهد القديم وغيرها من الأمور أنت تقول له أنا ما بدي الكاهن الأعظم من ربي أسوع المسيح ما بدي الدم اللي اندفع ما بدي عمل الروح القدس فينا أنا لسه بدي بابا الكاهن هو يفوت وهو يرش نحن نرشينا بدم أعظم معيك خبر ولا ما خبروك لا أنت راح تعيش بتقوص اليهود لا لا ما أنت هذا العلتي أوكي؟ الشموع مين من التلميذ عمل الشموع إيمت بولوس الرسول قالوا هتبعتوا لي من عندكم ان قطعنا من البخور لو سمحتوا شوية بخور عشان مش عارفين نسلي من غير بخور ما في هيك شي بالكتاب المقدس يعني كل الحاجات ذي يعني البخور والشموع كل الحاجات ذي بتصل الروح القدس اللي ساكم فينا ما هو هذا عمل الروح القدس؟ أنا ما عندي أنا ضعيفة وأنا عاجزة وأنا ما إلي غيرك يا رب ما إلي ولا حدا شوفي هو قوته بالضعف تكمل لما بيجي ببخور وبأيقوني ويا ماري فلان ويا ماري أنا عم بلجأ لأمور كتير ميك سينز؟ أنا عم بلجأ لأمور كتير طب هو ما بيشتغل طب خليوني فيدوكي بتجي بتقول له بس وينك يا رب أنا هدفي أنت أنت عم تلجأي لأمور برا يعني مثل ملك فتح لك باب يعني لو في حاجة بحاجة يا لورين اليوم إذا بالبيت الأبيض فتحوا لك باب البيت الأبيض قالك بتروحي لعند الرئيس قيمت ما بدك تطلبي اللي أنت عوزها حلو؟ وأنت تري بالكلمة زي العبيطة رايحة وين؟ على الماير يا ماير خبر ما أنت فتحوا لك الباب يا حبيبتي قالش هما بيتدايقوا إيه لعم تهينيه لما الرئيس بيقلك تعي لعندي لما بدك وبتروحي تلجأي للمختار وللضابط وللمحافز ولمنبعيد تحملي له علم وأنتي واقفة ببيتك أنت عم تقلي له أنا برا مع عموم الشعب خليكي برا أنت عم تغيزي عم تقلي له أنا ما بدي الترحاب تبعك أنا ما بدي يكون بنت لإلك أنا بدي ضل تبع الشموع والبخور والأمور اللي بعمرة ما فادت لكن الكتاب المقدس قري فيه الرب الإله بذاته قال لهم قال لهم تقديماتكن ارفتا بخوركن وتقديماتكن ارفتا أنفتا نفسي لأنه هذا الشعب بتقرب مني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيد وأبطلوا أبطلوا الإيمان وأبطلوا الوسايا وماشيين بتقوص اليهود بس تقدري إيمة الدم الطاهر اللي موضوع عليك إيمة تروح الرب الإله الساكن فيك اللي بينقه لجبال واللي لما بتقولي لحدا شفيت باسم ياسوع بيشفى ما بقى بتطلعي هيك مثل اللي ضايع بحياته وتقولي التيتا وحتموت التيتا كنتي بتعرفي قوة الروح اللي عليك اللي تحطي إيدك على التيتا وتقليلا باسم الرب ياسوع المسيح اشفي وبتشفى انتي بقرر تكوني برا بس تكوني جوا تتمتعي بسلطان أبناء وبنات الملك بقرر تبقي برا خليك يوقفي على بواب السفارات لا توصلي بركي للملك سلام المسيح منصلي لخلاص نفسك وخلاص نفس التيتا وسامحيني إذا أنا عاستي شوي بس أنا هي طريقتي لأني بحبكني كتير سلام المسيح حسنا بس كان عن سؤالتين شو؟ حسنا يعني البخور والشموع ممنوع بس يعني الكاهن يعني في آخر وقت القدس بيرمي ميا علينا ميا مكبسة ده برضو غلط؟ شوفي يا حبي بتي حسب حسب يعني اليوم المي هاي أعمال التطهير انتو ناجسين بالكنيسة بيضلوا بيحماموكم بالمي هاي معمودية واحدة هادا هو اللي بيضلوا بيرشوا فيها عساس لي قدسوا البيت هادا كأنهم عم بيقولوا هالمكان ما فيه الروح القدس بيضل محتاج للرش يعني أنا فكرة هادا تعليم للأسف عند الارتودوكس وبتلاقيه عند البروتستان تتخيلي بالبروتستان كل ما بيجتمعوا سوا بيصلوا لطرد أرواح شيطانية عن الناس شو عم تترد عنه وبتلاقيه نفسه الأخ المبتوح بالأرض وعدين كلهم حاطين ايدهم عليه عم يلولوا اخرج منه يا شيطان بعد خمس دقائق ايه هادا أخ مبارك معنا بيعمل معجزات ما كان فيه شيطان قبل خمس دقائق هاد فعم يعملوا ممارسات غريبة عجيبة الكاهن نفسه انت هادا شعب الرب المفروض اللي قدامك بكنيستك الأرتودوكسية فشو طالع ترش هو ممرشوش بدم المسيح فهو ساكن فيه الروح القدس شو عم تعمل لسه تقوس فيه فهمتيني فهمتيني مطاب شفي شو عم تعملين عم بصير بيتحول لسم لألوف صح؟ هو نفسه ده وليل الشفاء هلا هو شفي اتحرر مفهوم؟ سامحوني بس هي هو الكتاب هيك الكنيسة الاولى مشيت هيك فيه آيات بالعهد القديم بحبه كتير بتوارجيني قدي تحررنا من أمور قدي كان فعلا لازم نتقرب ببخور هلا صلاتي صارت بخور برجع بشحل بخورة حدي صلاتي صارت بخورة تطلع لعند الرب مفهوم الفكرة؟ مفهوم منطلق نفهم ليه بتغيز الرب بنغاز كتير اذا شبعت ابني وطعميته لابني وشبعته ورح اكل ببيت واحدة تانية كتير بنغاز وهيك الرب معكن لما بيشباكن مظبوط وبتضلوا مثل الشحادين رحين تاكلوا من بيوت تانية بنغاز انا عايزة فوت على كنيستك بس انا عندي خطايا وانا يعني ربنا يسمحني على كل حاجة انا عملتها بس يعني اطاها لنفسي وابقى ازد فيه اكتر وبعد كده ان شاء الله بس التوبى عن كل الخطايا توبى حقها بدون عودة لأي خطيئة بس نحنا مانا كنيست ملايكة نقع بزلات ومنطلب طبعا باعتراف متجدد ودائم امام الرب الاله اوكي بل اخوة بكنيستة الرب معنهم ملايكة فيهم المنيح وفيهم النصص بس ما عنا كتر خير ربنا الاشرار سقطوا خلصنا منهم بس يطلع حدا شرير او يسيطر عليه شيطان ربنا بيغرب له بيقله تسقط من كنيست الرب معنك مستحق تكون موجودة بس ما تخلوا في عائق خطاياكم تمنعكم عن الرب وكنيست الرب توبوا عنا اليوم هو يوم توبة بكرة ايما تبيجي نهاية الايام ما منعرف تيتا يمكن لو بتعرف رح يسيبها زهايمر لما كانت بعقله كانت سمعت فخلينا نستغل الفترة اللي عم نتنفس فيها وعقلنا معنا وحاضرين معنا ونتوب توبة حقها ونبلش مع الرب ما في ولا سعادة على الارض ابدا تقارن بالسعادة مع الرب يسوع المسيح مهما ورجتنا الخطيئة انو ممكن تعطينا سعادة انا عندي سؤال على سوري انا عندي اتقال كثيرة انا اعلم خلاص توبي عن الخطايا توبي عن الخطايا ري الكتاب المقدس فوتي معنا تلمزي تتعمدي بتمشي مع الرب تمام تطلعي حدا تاني انتي اتقالك سنتاني ممكن بتطلعي معي بنفس التوتر ونفس اللخبطة ونفس الاضطراب ونفس التوهان ونفس القلب للرب بس القيود اللي مقيدة حالك فيها خلاص منتوب عن الخطايا واجا وقت التحرير ربنا يكون معي هيا اخذتك ادمى بدك سلام المسيح هيا قلل اشتركوا في القناة